اعلن مدير ادارة الخدمات الاسكانية المهندس سامي قنبر عن بدء وزارة الاسكان في تسليم وحدات مشروع عراد الاسكاني بعد انتهائها من كافة اجراءات تسليم عقود الانتفاع للمواطنين المستحقين وذلك تنفيذا لامر سمو ولي العهد بتوزيع 3000 وحدة سكنية على المواطنين المستفيدين في كافة محافظات المملكة ويتم ذلك في ظل المتابعة المباشرة من قبل سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان لاجراءات تسليم عقود الانتفاع بالوحدات السكنية مبينا ان هذا التوجيه يمتد ليشمل باقي المشاريع الاسكانية التي تكتمل نسب الانجاز بها بعد اكتمال نسب الانجاز بالمشروع واكتمال وصول الخدمات الاساسية الى الوحدات الاسكانية شرعت وزارة الاسكان بتسليم عقود الانتفاع لمشروع عراض الاسكاني للمواطنين المستحقين حيث يعد أحد أبرز المشاريع الاسكانية في محافظة المحرق والمدرج ضمن ال40 ألف وحدة سكنية التي أمر بتنفيذها عاهل البلاد المفدة أشكر جاءات الملك حمد وأشكر سمو رئيس الوزراء وأشكر سمو ولي العهد على هذه المكرمة وصراحة الكل مستانسين هنا زوجتي وولادي كله مستانسين والحمد لله ومشكورين وأشكر وزير الاسكان المهندس باسم الحمر على تفضله أشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء وأشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد على هذه المكرمة الطيبة وأشكر وزارة الاسكان والقايمين عليها على جهدهم اللامحدود نشكر بابا حمد نشكر بابا سلمان على البيت اللي أعطاننا عملية تسليم عقود الاندفاع لمشروع عراضي الاسكاني استمرت ثلاثة أيام حيث أنهى المواطنون المستحقون الإجراءات التعاقدية والتوثيقية وعبروا عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على تسهيل عملية تسليم الوحدات الاسكانية الله فرحانين مستانسين يعني عيد بيت العمر عاطيني يعني وش أقول ليش ما أقدر عبر أزيد من تشيدي وأشكر الملك أبو سلمان وأشكر أبو علي وأبو عيسي أشكره وأشكر وزارة الاسكان الحمد لله رب العالمين اليوم حصلنا العقد مول البيت أنزين وحبيت أشكر جلالة الملك وولي العهد وسمو رئيس الوزراء على حرصهم الدؤم في مشروع الاسكان والحمد لله رب العالمين نعمى من رب العالمين الحمد لله نشكر القيادة الحكيمة على حصولنا على الوحدة السكانية ونشكر الحكومة وإحنا وائد مستانسين الله يخلي شيوخنا وتواجر الاس ما قصروا جزائهم ألف ألف خير على البيت اللي أعطونا اللي ما عنده الله يعطي إن شاء الله هما تواجر الاس بدونهم ما نصوا ولا شي هما تواجر الاس مشكوري ما قصر رحمه والديكم جزائكم ألف خير رحمه والديكم بسم الله الرحمن الرحيم أتوجه بالشكر لجراءة الملك ورئيس الوزراء ولي الأهد ومواجه الصراحة في تسريع وطيرة توزيع البيوت وأنا أحد المستفيدين والحمد لله رب العالمين نحن سحن باستقرار أقب بتوقيع العهد شكرا وزارة الاسكان ومنذ صدور أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع ثلاثة ألاف وحدة سكانية وهي لا تألو جهدا في تنفيذ هذا الأمر حيث عملت على تسهيل إجراءات تسليم مفاتيح الوحدات للمنتفعين حيث كثفت من استعداداتها للتسليم بعد التأكد من أعمال السيانة في جميع الوحدات لضمان جاهزيتها تمهيدا لتسليمها للمستفيدين برحمة الله اليوم نحن هي الناس تشوفنا البيت ما شاء الله وايد ما شاء الله متطور وحديث على أجل أكمل الأسس والعيال ما شاء الله كل واحد ييه وتشوف غرفته وسعارياتنا وفرحتنا متوصف اليوم بصراحة نشكر جلالة الملك والسمو رئيس الوزراء وولي العهد على اهتمامهم الكبير بالمواطنين وشعبهم شكرا بابا حمد شكرا بابا سلمان وأنا وايد مستوانسة ببيتنا لديك وحجرتين الحمد لله على حصولنا على الوحدة السكنية كان ما في أي تعقيدات في حصولنا عليها والفضل كان في البداية حق الله ثم حق جلالة الملك وولي العهد ورئيس الوزراء وأشكر وزارة الإسكان على تسريع حصولنا على الوحدة السكنية وإن شاء الله بيت مبارك علينا وعلى كل الشامدة من مكرمة طبعا اليوم سلمت مفاتيحي مفاتيح البيت البيت دي طبعا وراويت اليهار للبيت وعجبهم وراويتهم غرفهم وطبعا بهذه المناسبة أنا أحب أشكر جلالة الملك وسموه رئيس الوزراء وولي العهد وجميع اللي قائمين على مشاريع الإسكان طبعا ما شاء الله يعني الإسراع واضح في المسألة هذه لأن الحمد لله السلام للبيت يعني سنين يعني معدودة وأتمنى طبعا مثل معنا سلمت البقية إن شاء الله يستلمون وجميع البحرينين إن شاء الله يستلمون بيوتهم أنا أشكر بابا حمال وبابا سلمان على أن أعطونا البيت ودسينا البيت ما شاء الله يعني عزبنا لحجرنا وهال ما شاء الله حلو تسليم عقود المرحلة الثانية من مشروع عراد ليس هو بنهاية المطاف فواتيرة التوزيعات لثلاثة ألاف وحدة سكنية مستمرة في جميع مناطق البحرين تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزارة الإسكان انتهت اليوم من توزيع الوحدات الإسكانية في مشروع عراد الإسكاني وذلك تنفيذا لأمر سمو للعهد بتوزيع ثلاثة ألاف وحدة سكنية على المنتفعين من الخدمة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين